السلام عليكم مرحبا بكم معي نتمنى تكونوا بخير والأخير وفصحة جيدة اليوم إن شاء الله جبت لكم واحد الكيكة بالبانان أولى بالموز دي كتجي أكثر من رائعة فمضاق ديالها كيجي خطير جدا نتمنى أنكم تجربوها وتنال إعجابكم الكيك ديالنا كيجي على هاتشكل هذا كيف مرات تشوفوا معي كتجي خفيفة ولديدة بزاف فإلا بغيتوا تعرفوا معي مكوناتها وطريقة تحضير ديالها معيكم إلا تتابعوا الفيديو إلى الأخير ولا كنتوا جداد على القناة فما تنسوش تشتركوا معي في القناة وتفعلوا الجرس باش توصدوا بكل جديد وما تنسوش تخليوا لي لايك وتعليق بتعليقاتكم الجميلة والرائعة بالنسبة للمقادير مضبوطة دياله الوصفة هادي غادي نخليها لكم أسفل هاد الفيديو في صندوق الوصف ونبدأوا على بركتي الله بسم الله كان ناخدوا واحد ربعادي البيضات غادي نضعهم في خلاط كهربائي ستضعوا فتحنها ثم نضيف لهم واحد الكاس ديال السنيده وكاس الى ربعا من زيت نباتية يعني كاس ماء مرش واحد صارشة ديال الفاني سوف نضع جميع المكونات تطحنوه مزيان في الخلاط سوف نضع جميع المكونات تطحنوه مزيان في الخلاط حتى يتطربوه مزيان ثم سوف نأخذ 71 جرام من الشوكولات خاص بالحلويات سوف نقطعوه الى قطع صغيرة سوف نضيف الخلاط في الخلاط الكهربائي حتى يتصحن مزيان مع المكونات الاخرى فلا بين 70 إلى 100 جرام من الشوكولات را هي كافية في هذا الكيك هادي ودائما نختاروه الشوكولات من النوع الجيد سوف نضيف جوج صاشيات بودرة الكاكاو المر سوف نضيف جميع المكونات تطحنوه مزيان حتى يتصحن شوكولات سوف نضيف كأس من عصير البرتقال وكأس من الحليب يكونوا بدرجة حرارة المطبخ ولا يكونوا بدرجة فتلاجة سوف نضيف جميع المكونات سوف نضيف جميع المكونات سوف نضيف خلاط كريمي بعد ما نضيف الخلاط سوف نضيف خلاط كريمي سوف نضيف دقائق ثم هنا نضيف جوج الكيسان نضيف لجوجة الخميرات من فئة 7 جرام نضيف الخميرة لدقيق ونضيف لدقيق في الخليط ثم نقوم بإدخال دقيق في الخليط السائل فالكأس اللي عبرت بيه هو كأس العنبة أو كأس شاي وسندخل الخليط على هاتشكل ثم نضيف الكأس الثالث فهذا الكيك هذه ستاخد 3 كيسان دقيق ثم نضيف الكأس الثالث ودائما نقوم بإدخال دقيق الخاص بالحلويات لأنني كان مغير نصوب الكيك فلازم نخلوه دقيق فكنه نحصل على حد الخليط للخليط كيف مرة تشوفوا معايا الصورة فكيكة ساهلة بزف ما كتخوشنا بزف دلوقت ولكن النتيجارة اكتر من رائعة هناك نضيف رشة من الملح سوف نضيف الخالد جانبا ونحتفظه جانبا ونضيف مره لتصبح الملح اللي تدخل الفرن ونضع فيها الكيكة هناك القالب من زوجاجي كبير كمضون فيه 30 على 40 سنتيم مهم الطوله رفيه 40 سنتيم ونضيفه بزف دم زيان نضيفه بزف دم الجوانب من تحته ونرجعه ممكن ترشور بقليل من الدقيق فانا كتفيت في الزبدة شوف ما غري نوضع نصف الكيمية الخالد نوضع نصف الكيمية الخالد نوضع فرشة اولى من الخالد كيكة في المل نحاول نوضعها كيكة تقريبا وضعت نصف كيكة ثم ما غري ناخد 1-4 حبات من الموز بعدما نقض الوجهة الكيكة كيكة نقضها في المول نصف الكيكة نصف الكيكة على الجوانب بعدما قطعت الموز على شكل دوائر نستفوف الكيكة على هذا الشكل بالنسبة لهذا الكيكة فلا تنسخن الفرن حتى نوجدها قعد ندخلها الفران ونشعل عليها الفران غير من التحت ونجعلها حتى الطيب فقط نشعل عليها الفرن غير من التحت ونجعلها 45 دقيقة كتكون الكيكة واجدة 40 دقيقة تقريبا كتكون واجدة فممكن تضيفوا البيبيدو شوكولا فانا مم موجودينش عندي لا ضفتوا لي البيبيدو شوكولا ستعطيه مادق اكتر لانا كيفما تتعرفوا فالشوكولاة كيتواسف الكثير مع البانان ونضيف الكمية اللي بقتلية من الخالات كننوزعها على القطاع بعد الموز على هات الشكل سنغطيهم فكننا اخذ متبقة من الخالات كننوزعها على القطاع نزله و نقضل لها الوجه و ندخلها الفران على درجة حرارة 170 الفران نشعله غير من تحت و نخليها 44 دقيقة ثم نفتح لها الفرن و نجدها صافرة طابت و هذه هي الكيكة بعد ما خرجتها من الفرن بعد ما مرتها 44 دقيقة فعلى حسب نوعيات الفرن فنحصل على كيك اللي هو خفيش بزاف هنه قدي نزينه بهذا المربى دي المرتقال اللي أصبق لي و نزلته و نخلي لكم رابط الفيديو فانا كنت نزلته معاكم على المباشر قدي نخلي لكم الرابط اللي بغا يدخل يشوف طريقة باش كنوجده فهذا المربى هدا كي يصلح بزاف للحلويات كيف متى تشوفوا معي ركيج يساهل هكا في الدهن دي الحلويات و كذلك نخذه بيحتالي صابلي فقدي ندهنها مزيان بالمربى البرتقال و نقطعها الى مربعات وبالنسبة المقادر مضبوطة ستلقوها ان شاء الله اسفل هاد الفيديو في صندوق الوصف فنخلي لكم الرابط للفيديو ديال هاد المربى ان شاء الله اسفل هاد الفيديو في صندوق الوصف من بعد كنقطعوها فانا بديت كنقطعها وللاسف تحذف لي التسجيل فانا قطعتها هكا الى مربعات هاد الشكل هدا بالطول او بالعرض فحصلنا على 15 قطعة كيف متى تشوفوا معي وهدي هي الكيك ديال ناط كيك بالموز ديك تجي اكثر من رائعة زينت لها الوجه ديالها بشوية ديال كوك تقدروا تزينوها بقطع من الموز فانتمنى ان هاد الفيديو اليوم يكون نال اعجابكم طبيعة الحال الى اعجابكم ما تساونيش من اللايك ولكن تجداد على القناة فما تنسوا اشتركوا معي في القناة فعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد والى اللقاء شكرا شكرا